موسيقى السيسي يشهد اليوم احتفالية العيد الاول لقضاة مصر مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي يعقد اليوم جلسته لفتاحية في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني مباحثات بين شوكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم في القاهرة اسعد الله صباحكم بكل خير اهلا بكم في مستهل نشرتنا الاخبارية الصباحية التي تأتيكم من قناة النيل الاخبار من القاهرة ومن القاهرة نبدأ ايضا حيث يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية يوم القضاء المصري لعام 2021 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي كانت وزارة العدل باشراف المستشار عمر مروان وزير العدل قد اعلنت عن تنظيم احتفالية كبرى اليوم بمناسبة العيد الاول لقضاة مصر بما يتزامن مع بداية العام القضائي وكذلك انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية فضلا عن استعراض جهود تطوير وميكنة منظومة المحاكم واجراءات التقاضي على مستوى الجمهورية يعقد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي جلسته الافتتاحية في دور الانعقاد ثاني للفصل التشريعي الثاني ولمدة ثلاثة ايام بدءا من اليوم من المقرر ان تبدأ الجلسة الافتتاحية العامة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة حيث يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لعام 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني ثم يطلق قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لعام 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في الصومال من جانبهم عرب الجانب الصومالي عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل مصر والمساندة التي يقدمها الشعب المصري للشعب الصومالي مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين يعقد وزير الخارجية سمح شكري جلسة مباحثات مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة ومن المنتظر أن يتناول اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية العلاقات المصرية الليبية في المجالات كافة فضلا عن البحث في مستجدات الملف الليبي والدفع قدما نحو تسوية سياسية شاملة دعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا في ختم اجتماع تشاوري بالعاصمة المغربية الرباط دعوا المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا بعد مشاورات دامت يومين في العاصمة المغربية الرباط بين وفدين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين دعا برلمانيون ليبيون المجتمع الدولي لدعم الانتخابات العامة المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل لكن دون الإعلان عن توافق حول قانون الانتخابات الذي يمثل أبرز نقطة خلاف بين المؤسستين البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير اكتفى بالإشارة إلى أن النقاشات تمت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد ندعو المنتظم الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاسحقاق الوطني إلهم الوفدان الليبيان عكف خلال يومين من المشاورات على المؤمة بين مقترحيهما الخصين بالانتخابات البرلمانية قبل أن يناقش القانون الانتخابي المتعلق بمنصب رئيس البلاد وسعى الوفدان في هذه المباحثات التي رعتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات وإيجاد صيغة توافقية بشأن القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة حيث وجه الخلاف حول قانون الانتخابات ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة وفقمها حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلند حضر المشاورات التي جاءت في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح على قانون للانتخابات الرئاسية عارضه المجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس وعلقت آمال على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل الخلاف وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا آخرها في يناير 2021 تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية في تونس شددت رئيسة الوزراء التونسية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة نجلاء بودن على ضرورة أن تشمل التشكيلة الوزرية الجديدة نساء وكفاءات شابة وأقلت في تغريدة لها على حسابها على تويتر إن التشكيلة الحكومية الجديدة يجب أن تتضمن كفاءات قادرة على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها تونس مشيرة إلى أن الأولوية تتمثل في النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والحد من البطلة وقد كشفت نجلاء بودن أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة التونسية المقبلة قد تتجاوز لأول مرة نسبة الخمسين بالمئة تحدي قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإعلان راشد الغنوشي رئيس المجلس أن البرلمان في حالة عقاد دائم يراه مراقبون تصعيدا للأزمة قد يجر البلاد إلى صراعات في حين يراه ساسة آخرون مناورة لإحراج الرئيس سعيد وسط إقرار بأن المؤسسة التشريعية انتهت شعبية المراقبون أكدوا أن موقف الغنوشي يدخل في إطار تصعيد الأزمة ولا يمكن أن يكون حلا معتبرين أنه لا فائدة من دعوات عقد البرلمان في ظل نهايته شعبيا بعدما لفظه التونسيون مؤكدين أن الهدف من هذا التحرك هو التصعيد مع الرئيس في محاولة لقطع الطريق أمام فتح ملفات الفساد وقالوا إن الحل في تونس لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار والحلول العقلانية والمسؤولة التي تحترم الشرعية الدستورية مشددين على ضرورة أن يقوم الجميع بمراجعات بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في حين ترى شخصيات سياسية تونسية أن هذه الدعوات لاستئناف نشاط البرلمان هي مناورة سياسية للضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل العودة للحوار في ظل عودة البرلمان الذي لم يحل لافتين إلى أن العودة للحوار دون عودة البرلمان هو اعتراف بالشرعية ودعوا إلى ضرورة تقديم البرلمانيين وحركة النهضة تنازلات إن تم الذهاب إلى سيناريو الحوار لأن الزخم الشعبي اليوم مع الرئيس سعيد وشددوا على أنه سواء كان هذا التحرك تصعيدا أو مناورة فهو شيء خطير لأن البرلمان مجمد وأي تحرك يمثل خطرا على الأمن القومي التونسي وكان نواب حزب النهضة دعوا إلى استئناف العمل البرلماني أول أكتوبر لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان وإلى حضور اجتماع عام لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة إن السلطات الإثيوبية لم تحترم القوانين والأعراف الدولية بعد قيامها بطرد سبعة مسؤولين يعملون بوكالات تابعة للمنظمة الأممية تحت مزاع تدخلهم في الشؤون الداخلية الإثيوبية الأمم المتحدة ترسل رسالة شفهية للبعثة الأممية الدائمة في إثيوبيا من أجل توضيح الموقف الثابت والدائم للمنظمة وهو عدم قبول إملاءات من شخصيات غير ذي ثقة ولا تحترم مسؤول الأمم المتحدة الطريقة التي يتم التعامل بها هناك مع مسؤول الأمم المتحدة تتنافى مع الالتزامات بموجب مثاق المنظمة والحصانات التي يتمتعون بها الأمين العام للأمم المتحدة أرسل رسالة إلى مجلس الأمن من أجل بحث الوضع في إثيوبيا وكذلك التطورات المتعلقة بالفريق الأممي هناك سلسلة شجب وإدانات دولية لقرار إثيوبيا ترد سبعة من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة العاملين ضمن البعثة الأممية هناك في حدث غير مألوفة ويتنافى مع أعرف ومواثيق المنظمة الأممية القرار الإثيوبي أثار ردود فعل واسعة من عدة دول غربية ومن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش الذي دعا مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة التي افتعلتها إثيوبيا مع المنظمة ويرى مراقبون أن هذا القرار الإثيوبي يرجع للتقارير الدورية التي ترفعها البعثة الأممية في إثيوبيا حول تظاهر الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجري وحذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الإقليم بات لا يحصل سوى على نحو 10% من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها وأنه على شفى التعرض لسوء تغذية غير مسبوقة لقد صدمنا من هذا القرار ولكننا نأمل في أن يتم تغييره قريبا إنه أمر حيوي للغاية بالنسبة لإقليم تيجري أن تواصل البعثة الأممية عملها من أجل تقديم المساعدة لخمسة ملايين ومائتي ألف شخص هناك باتوا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وترجع الأمم المتحدة هذا التدهور في الأوضاع الإنسانية في الإقليم بسبب تعنت الحكومة الإثيوبية في التعاون مع الفريق الأممية وإعاقة وصول المساعدات إلى هناك وكانت السلطات الإثيوبية أمهلت الخميس الماضي المسؤولين الأمميين إثنتين وسبعين ساعة من أجل مغادرة أراضيها وهي المهلة التي شارفت على الانتهاء دون أن تتراجع عنها أرس أبابا وأتدعي السلطات الإثيوبية أن المسؤولين الأمميين قاموا بتحويل المساعدات الإنسانية الأممية إلى جبهة تحرير شعب تيجري التي تخوض معركة منذ أشهر ضد القوات الحكومية الإثيوبية وقالت الخارجية الإثيوبية إن هؤلاء المسؤولين يقفون خلف نشر معلومات وصفتها بالمضللة وتأسيس المساعدات الإنسانية بحد قولها بدون أن تقدم أي تأدلة تثبت صحة هذه الإدعاءات إلى تطورات جائحة كورونا حيث أعلن دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن الأمس الجمعة شهد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 36 حالة وفاة وقال مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 822 متعافيا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل المختلفة وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس في مصر إلى 257708 حالات سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك خلال 24 ساعة مضت ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الهند منذ بدء الجائحة إلى حوالي 34 مليون حالة إصابة وقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الصحة الهندية أنه تم تسجيل 234 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء الهند إلى ما يقرب من 449 ألف حالة وفاة دعا حكام مقاطعات اليابان الحكومية المركزية الجديدة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية في ظل مخاوف من أن يؤدي تخفيف قيود فيروس كورونا إلى عودة ظهور العدوى مرة أخرى وأكد حكام المقاطعات في مسودة اقتراح ناقشوها خلال اجتماعهم عبر الإنترنت أهمية تأمين نظام طبي قادر على إنقاذ حياة الناس باعتباره أساس استراتيجية الخروج من الأزمة يأتي الاقتراح الأخير في الوقت الذي رفعت فيه اليابان حالة الطوارئ التي تم فرضها لمواجهة كورونا في العاصمة توكيو وفي 16 مقاطعة أخرى أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين ونصف المليون وذلك بعد تسجيل ثمانية ألاف وخمسمائة وسبع عشرة إصابة جديدة أشرت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى ما يقرب من أربعة وتسعين ألف حالة وذلك بعد تسجيل ست وستين حالة وفاة جديدة أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنجاح برنامجه الاقتصادي أثناء زيارته لمقر الكونغرس لتحفيز المفاوضات بين نواب حزبه الديمقراطي لتجاوز خلافاتهم لإقرار خططي إنفاق طموحتين زيارة غير معتادة لكنها قد تكون حاسمة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور مبنى الكابيتول في مسعى لتحفيز المفاوضات بين نواب الكونغرس من حزبه الديمقراطي على تجاوز خلافاتهم حول خطتيه الاقتصاديتين بايدن تعهد خلال الزيارة بإنجاح برنامجه الاقتصادي وأكد بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين المنقسمين حول خطته التي يقول إنها ستدعم الطبقة الوسطى أكد أن الأمر سيتم تدعم إحدى الخطتين الطبقة الوسطى المأزومة في أمريكا من خلال إنفاق ضخم على التعليم ورعاية الأطفال في حين تعنى الثانية بتحديث البنى التحتية المتقادمة وتشجيع اللجوء إلى الطاقة النظيفة سياسيا يقوض الخلاف فرص الديمقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المخبل أما الجمهوريون وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيراقبون الاقتتال الداخلية بين الديمقراطيين عن كثب وبسعادة واضحة لا يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض فحسب بل كذلك على غرفتي الكونغرس ما يمنحهم نظريا فرصة نادرة لتنفيذ برامجهم لكن أغلبيتهم ضعيفة للغاية لدرجة أن معارضة عضو منهم للمشروعات في مجلس الشيوخ أو معارضة مجموعة محدودة في مجلس النواب يمكن أن تعرقل أي مبادرة المعركة حول خطة البنية التحتية البالغة تريليون ومائتي مليار دولار ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الأكثر كلفة تلقى معارضة من ديمقراطيين في المجلسين ولم يتم إقرار أي منهما حتى الآن كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أعلنت تعليق النقاشات مؤقتا في وقت متأخر الخميس لكن البيت الأبيض يصر على أن ذلك لا يعني سقوط المشروعين سبب المأزق على الجانب الديمقراطي خلافات سياسية حول المبلغ الذي يجب أن تنفقه الحكومة وأيضا إنعدام الثقة المطلق بين أجنحة الحزب بايدن الذي قضى ما يقرب من أربعة عقود في مجلس الشيوخ وثماني سنوات نائبا للرئيس باراك أوباما لديه خبرة طويلة في طريقة سير الأمور في واشنطن لكن رغم التنقلات المكوكية المستمرة لشخصيات حزبية بين الكونغرس والبيت الأبيض إلا أنه لم يجد بعد حلا للخلاف الداخلي دخل عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية في ذكرى تأسيس الصين الشيوعية وأقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن العدد الإجمالي للطائرات الحربية الصينية الذي دخل إلى المنطقة التايوانية لتمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي قد ارتفع إلى 38 طائرة ويأتي استعراض القوة هذا بعد أيام من التهم بكين للندن بإرسال سفينة حربية إلى مضيق تايوان تسبب ثوران بركان جزيرة لابالما الإسبانية في فتح صدعين آخرين على قمة الجبل فيما وصفته السلطات بأنه نشاط بركاني مكثف في المنطقة وقد انبعث من الصدعين الجديدين حمام بركانية منصهرة تدفقت باتجاه مياه المحيط الأطلسي بالتزامن مع تسجيل ثمانية زلازل جديدة وصلت قوتها ثلاثة ونصف درجة على مقياس رختر المفتوح الانفجار البركاني الجديد أدى إلى تصاعد الغازات والرماد في الهواء لمسافة تصل إلى ستة ألاف متر بالإضافة لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكابريت أضار في المنطقة في وادي رنف المملكة الأردنية الهاشمية انطلقت عمل وفعاليات مهرجان المناطيد الأردني في نسخته الأولى بمشاركة محلية ودولية بتصميمات متنوعة وأشكال مختلفة مبهجة مثل زهر الدوار الشمس وطيور وحتى قنبلة يدوية بدأت فعاليات مهرجان المناطيد الأردنية حيث تابع أبناء المملكة بالونات الهواء الساخن تحلق في سماء وادي رم المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام تستضيفه منطقة المثلث الذهبي وادي رم والبتراء والعقبة وهي مناطق أعلنتها السلطات الأردنية مناطق خضراء أي أنها مستثنى من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا هذه الفعاليات والأنشطة وهذا الفعالية بالتحديد هي من الفعاليات التي لها دور كبير في إعادة نشيط السياحة وحركة السياحة هل كانت السياحة الداخلية أو السياحة الأجنبية إلى الأردن وهي مؤشر بعودة السياحة التدريجي الآمنة التي بسعينا للوصول إليها خلال الفترة السابقة ومن هذه الفعاليات والأنشطة نشجع أيضا ونصل التضوء على مناطق جميلة في الأردن وعلى رأسها وادي رم وادي رم أو وادي القمر كما هو معروف عنه هو وادي محفور في الحجر الرملي وصخور الجرانيت في جنوب الأردن على بعد 324 كيلو مترا جنوب العاصمة عمان وهو أكبر واد في المملكة مبسطين كثير وخاصة بعد الكورونا والأجواء اللي كنا العاشين فيها السلبية الآن الحمد لله الأمور انفتحت زي ما انت شايف وهي المناطيد كلها والناس مجتمعوا يشهد المهرجان مشاركة 20 منطادا ومشاركا دوليا بينهم مشاركون أتوا من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا الناس التي تهوى التحليق بالمناطيد دائما ما يبحثون عن أماكن لطيفة للتحليق وهذا الموقع مثالي رائع دون شك يشهد المهرجان أيضا العديد من الأنشطة مثل القيام بجولات على متن المناطيد وعرض جوي ينفذه السقور الملكية التابع لسلاح الجو الأردني إضافة إلى الطيران الشرعية تستمر فعالية المهرجان حتى الثلاثاء الخامس من أكتوبر ختاما نذكر بأهم مجاب نشراتنا من عنوين للأخبار السيسي يشهد اليوم احتفالية العيد الأول لقضاة مصر مجلس النواب برئاسة المسشار حنفي جبالي يعقد جلسته لفتتاحية اليوم في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني مباحثات بين شكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم في القاهرة في هذا التذكير لهم آخر عنوين الأخبار ننهي نشراتنا الإخبارية الصباحية للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي إلى اللقاء اشتركوا في القناة